السلام اخوتي اخواتي التوانسة انا اسمي عبدالرزاق تيلاني عميد المحامين الاسبق عشت تجارب وشفت برشا من اللي صار تحت حكم مرقيبة وحكم بن علي وحبيت اليوم في هذا الظرف الصعيب اللي تمر به بلادنا انساهم بهالكلمة المتواضعة على خاطر شاعر اللي الايام المقبلة بيش تكون حاسمة ومصيرية في تاريخ بلادنا وهكاكا كيما كل واحد فينا بيش يتحمل مسؤوليته قدام ربي اخوتي اخواني اليوم خمسة سنين من عهدة الرئيس المنتهية ولاية قيس سعيد مرت منها ثلاثة سنين حكمها قيس سعيد حكم مطلق وفردي بلا حسيب ولا رقيب وبكل موضوعية ودون حتى تجني ولا مبالغة وبجهادة اكبارنا كانت هذه المدة حزينة عاشت فيها بلادنا العزيزة اسوأ حالاتها من الاستقلال من غلاف فاحش الاسعار وفقدان المواد الاساسية وارتفاع نسبة الفقر وتعرفوا حسب الارقام الرسمية ارتفعت هذه النسبة في عهد قيس سعيد من 23 الى 33% زيد على هذا كله معاناة التوانسة في النقل والصحة وقطعان الماء والظوء وهاجر شبابنا وعز كفاءاتنا على خاطر تسدت عليهم كل المنافذ والافق فترة قام فيها قيس بنصف مكسب عزيز على التوانسة وعلى شبابه واللي فداه اجيال بعد اجيال بدمهم هذا المكسب هي الحرية على خاطر مارسوا حريتهم حتى قيس سعيد مئات من خيرة شبابنا وانسانا ورجالنا في الحبوسات ونكل بيهم وبعائلاتهم فترة حبها قيس تكون متع تكميم الافواه ومطاردة الاصوات الحرة والمناهضة للانقلاب على الدستور والشرعية ومسلم منه حتى حد بعد ما شعبنا ابهر العالم بثورته السلمية وفرض ارادته وازاح واحدة من اعتى ديكتاتوريات في العالم يوم 14 جنفي ورفع شعار شغل حرية وكرامة وطنية جاء قيس ونسف احلام شبابنا وانسانا ورجالنا وردنا محل استهزاء وسخرية العالم بما انه يرقد ويقوم ويغير دستور والقوانين ويحل البرلمان والمؤسسات كما يشتهي ويحب وزيد يملانا روسنا كل يوم بالكلام الفضفاظ من غير حتى انجاز او فعل وكلامه الكله اسود بش يبث في الناس الاحباط والتفريق والشحن وسب الشعب باكمله الخونا المتامرين الفاسدين وشفتوا كل هذايا في بيانه الانتخابي الاخير الفضيحة اليوم اخواتي اخواني عنا فرصة هامة نعتبرها حدث تاريخي لبلادنا بش نغيروا من حالنا ونتخلصوا من هذا الشخص الجاثم على اسادنا وبالطرق السلمية وخاصة بش ننقذوا بلادنا اللي الى مواطنينا في الخارج اللي حرمهم قيس سعيد من حقهم في الترشح لأي منصب نيابي في دستور متاع الفين واثنين وعشرين الاخاتل عندهم الجنسية المزدوجة واللي ردكم قيس سعيد مواطنين من درجة ثانية يوم اربعة وخمسة اكتوبر المقبل عندكم فرصة بش تسترجعوا حقوقكم كاملة وتمشي وتصوتوا وتختاروا رئيس جديد اللي الى مواطنينا داخل ارض الوطن يوم ستة اكتوبر يعني الى حد الجاي عندكم فرصة زادة بش تصوتوا وتختاروا رئيس جديد صحيح قيس سعيد عمل اللي حب واللي ما يعملوا حد وحط منافسيه في الحبس وقرر بش تلاثة منافسين مترشحين اخرين ما تتقبلش ترشحاتهم من هذه الهيئة الغير مستقلة رغم اللي المحكمة الادارية انصفتهم وامرت بادراجهم في السباق الانتخابي لكن هو قيس ما يعتبروش سباق انتخابي هو يحب يجري وحده ويربح وحده هذك علاش حتى العياشي زمال اللي تقبل ترشحه حطه في الحبس ووقت اللي شافه عنده مشروع وبرنامج وبهذل بحاله باش ما يقلقوش وما يعمل حتى حملة وفي الاخر حتى القانون الانتخابي بدلوا في جمعة والانتخابات بشيولي قضاء ليلة جفال وزيرة العادل يحكم فيه على خاطر قضاءة المحكمة الادارية تمسكوا بالقانون وباستقليلياتهم في فضيحها مع عمرها ما صارت في تاريخ البلاد اخواتي اخواني يقول القائل علاش قيس سعيد يعمل في هدايا الكل اذا كان جاو واثق من نفسه وباش يفوز بانتخابات بسهولة قيس يعمل في هدايا الكل على خاطر يعرف اللي شعبيته اللي كانت توعمين وكسبها بالخطاب الشعبوي والوعود الزايفة اللي محقق منها حتى شي انتهات وفات والاستطاعات الكل اللي جابه هاله تقول اللي يمكن يسقط حتى من الدور الاول لانه في كل الاوساط الناس فدت منه وعرفته وهازز البلاد للهاوية هذاك علاش اليوم يلزمنا نمشيه بكلنا نهار الاختراع ايام اربعة وخمسة وستة اكتوبر ونمارسوا حقنا في اختيار شكون باش يمثلنا في الخمسة سنين الجاية لانه رغم اللي فما حالة احباط لكن الامل مازال قايم واللي دافع الحقه في الحرية والكرامة لازموا يقاوم وما يلزموش يسلم لاخر لحظة عنا امل بقالنا باش ننتخبوا رئيس جديد اسمه العياشي الزمال اللي طوى قيس سعيد قاعد ينكل بيه من حبس الحبس على خاطر قيس سعيد ما عندوش الرجولية باش ينافسو بطرق حضارية ويعرض برنامجو وانجازاتو على خاطر قيس سعيد ما عندو حتى برنامج ولا انجازات وراه المقاطعة اللي نادي بيها بعض المخيان ما تنجم تخدم كان قيس سعيد على خاطر جربناها وقت اللي قطعنا الانتخابات انتعى مجلس النواب والاستفتاء وهوك المجلس يحكم والدستور قايم باحداش في المياه اتفكروا اخواتي اخواني اللي ارادتكم هي اساس سلطة الحكم والحاكم اللي طلعتوه بالصندوق راهوا تنجموا تسقطوه بالصندوق واسهل من انك تخرج للشارع وتضيع وقتك وجهدك باش تحتج وبالنسبة للمتفرجين ردوا بالكم راهوا الدور جاي عليكم صحيح فما حالة متع خوف ورعب يعيشوا فيها التوانسة لكن راهوا كيتمشي تنتخب فما خلوة تدخلها وتصوت للعياش الزمال وما يشوفك حد كيتعمل قاطع ومكتوع تحت صورة عياش الزمال باش نلقبوا الصحفة نقلبوا الصفحة وقوس الانقلاب على خاطره هو راجل يحمل فكر ديمقراطي وكان ضد الانقلاب والتزم بنثاق سياسي واخلاقي باش ننقضوا بلادنا ما تخاطعوش وصوتوا للعياش الزمال وربي يحمي بلادنا